يا صحنا على هالصندوق هذا واني يخذوا الفلوس يعني عينكم قدم الناس الكل يا اذا كان انت ما ساحتش عليه وتوماتيك مو احنا رانا ما عاش حزام سياسي اللي بش دعمك ومش خليك تخرج على براء ومعاتش رئيس حكومة فامتو طوال ابتزاز دجاه هذا حلوها بارش محلين سياسيين وقال لك هذا هو الرسمي وفي بيان الله يوم الاحد دعت الرأي الوطنية رئيس الجمهورية قاسي سعيد الى التدخل العاجل اللي وقف ما وصفته بعملية التحير على شعب التونسي وصرف اموال لاشخاص دون غيرهم وتغريب المصلحة الوطنية العليا في ادارة شؤون البلدين نعم الفلوس قسموا على بعضهم الفلوس مخموش في هيك شهدية في هيك الجرحة في هيك مضرين في هيك الموطن العادي لقسمها فقط على الاخوان المسلمين لا اكثر ولا اقل كما دعت الحركة رئيس الحكومة الى عدم الرضوخة للابتزاز والتهديد والمساومة السياسية سواء في مسألة التعويضات او التسميات واعتبرت ان هذا التصرف الابتزازي من طرف النهضة يمثل مرة اخرى مخالفة صريحة للقانون وانتهاك لحرمة الشعب التونسي ومقدرته مقدرة الحركة طالبت في بيانها بنشر دعوة جزائية ضد من اصدر القرارات من اجل التدليس ومسك استعمال مدلس مستنكرة تدخل الهيئة العليا للمقاومين وشهداء الثورة وجرحها بسندوق الكرام اه اسمعته قتلك معنتها جرح الثورة والمقاومين وشهداء الثورة ما عندهمش الحق يدخلوا في صندوق الكرامة مالي صندوق الكرامة الليش كن عاملينه عاملينه لأهضاء حركة النهضة هي عجوكش يزيد داعيا رئيسها الى التوقف عن تسييس هذه الهيئة المدنية وعدم حشرها في صندوق الكرامة ابي معنتها صندوق هذا وقت اللي تأسس صندوق حرية والكرامة هكا اللي كانت مسؤول عليها بن سدرين في بيلي عملوه لجرح الثورة ومتضرير الثورة اليوم النهضة تقول لك هزيدك من غادي والصندوق هذي كم تعنا احنا ومعنتكم فيه حتى داخل حلوة ودعات الرأي العامة الوطني ومكونات المجتمع المدني الى التصدي لعملات النهبة الممنهجة لمقدورات البلاد في الوقت الذي تخوض فيه حربا ضد الوباء هذه بتبيع الحزبة متاع كورشيد يطالب بتبيع انه يرفع يدهم على صندوق هذا لانه صندوق جرح الثورة ومتضرير الثورة وماش صندوق حركة النهضة حركة النهضة عندها فوق عشر سنين من اللي ميسك مع ذا الحكم توت فاكرت اللي هي عندها الحق في هذا الصندوق اللي هو دي جاء تأسس من اوه واليوم اللي تعويذ لجرح الثورة لا اكثر ولا اقل وحتى واحد اخر ما عنده فيه الدخل ولا عنده فيه الحق حقك الشهداء اللي رميوا رويحهم في النار على خاطركم وحقك الشهداء اللي رميوا رويحهم للموت على خاطركم باش انتوما اخذتوا هكي الكريسي هذيك وتنسبتوا المناصب هذيك واليوم مارينا حتى واحد يذكر فيه شهيد ايضا حركة الشعب دخلت في هستيريا كبيرة برشا وفي غضب شديد برشا والطالب الشعب التونسي بالنزول الى الشارع والى ايدانة القرار هذة والي هو معطها ابتزاز للشعب تحير على الشعب نهب امويل الشعب كل شيء حاولت عوضاته لحركة النهضة ونزلت فيه بيين رسمي وقالت اللي قاعد يصير غير قانوني ولازم يتعقب عليه لكن لا حياته لمن تنادي الى يومنا هذة في الوقت الذي تعيشه فيه البلاد على وقع ازمة صحية خطرة جدا وهو وباء الكورونا وخاصة الانتشار السريع والوفيات الكبيرة والاصابات اليومية والماهولة اذ تحاول كل مؤسساتها الصحية والمدنية والعسكرية القيامة بما لديها للتصدي لهذا الوباء الخطير جدا وحماية ارواح البشر ام بناء شعبنا الذي تتساقط كل يوم بالعشرات وبالالاف وتتطلع الى مساعدة الاشقاء والاصدقاء لتقديم الدعم الضروري خارج تونس بلدنا العالم بصفة عامة قاعدين نستغيثوا قاعدين نتسولوا كيفما تحبوا تقولوا المفيد هكذا الروح هذه تمنع ويرجعوا لبيس وميموتوش والسريع حتى لا تنهار المنظومة الصحية في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تسعى حركة النهضة مستغلة ضعف الدولة وحاجة رئيس الحكومة للدعم السياسي للضغط عليه من اجل تفعيل صندوق الكرامة وصرف التعويضات لانصارها واتباعها تحت عنوان حقهم في التعويضة عن التعذيب والقهر والاحتقال من طرف النظام السبق معانا انت تضرب على بلادك باش تنصرها وتنصر حقها صار انت وقتها مش قاعدة تفركس على شرف بلادك انت وقتها قاعدة تفركس على التعويض قاعدة تفركس على الفلوس قاعدة تفركس على الحاجة توصلك للفلوس لكن هو عرف الهدف متاعكم هذيك عليش ألقى بكم في السجون وفيما بعد تخرج بعض سنوات ولا يعلم بك ربي وين كنت مهاجر من في ما نعرفوش بالضبط شما هو اللي كانوا معاك وتقول عوضوا لي هات فلوس هاكي الشعب وش ناخدوها احنا شوفوا هيك التغيير الجذري وهيك التغيير المميز والمتميز واللي غير تونس نهائيا بكم وكنا مانطا في فقر وحلاح ليلة وولينا في خير والنعمة بكم أي عندكم حق تستحقوا التعويض إن حركة الشعب وبغض النظر عن شرعية التعويض ومشروعيته أولا تدين هذا السلوك الانتهازي النفع الذي تحاول من خلاله حركة النهضة استغلال الوضع في البلاد من أجل الضغط على رئيس الحكومة وتحقيق مكاسبها لأتبعها وأنصرها علوة على استغلال المجلس نوبي الشعب لإضفاء شرعية قانونية على هذا الانحراف الخطير ثانيا تدعو رئيس الحكومة عدم الخضوع لابتزيز حركة النهضة وتحمل مسؤوليته كرجل دولة لحمايتها من الاستغلال الحزبي والنفعي والحفاظ على مقداراتها في ظل هذا الوضع الذي يتطلب توفير كل الإمكانيات لحماية أرواح الناس ما عنده كل شيء يتواب يدهش من المشيشي إذا كان أمضالهم يدهش من المشيشي على هذا الصندوق روخ ذاوة تتاليف مليار وخليه أن أحنا نسفه في التراب وإذا كان رئيس الحكومة محبش يبيع تونس ووقف ضدهم وتوماتيك ما وره مش بش يخطو صندوق لكن بش يتم إقالة إيش من المشيشي ثالثا تحث كل القوى السياسية والمنظمات الوطنية للتصدي لهذا السلوك الأرعى والخطير لحركة النهضة التي لا تعنيها الدولة ومصلحتها أمام مصلحة الجماعة وتهيب بالجميع للعمل المشترك من أجل منع حركة النهضة من استغلال الوضع الحالي للاستفراد بالحكومة ومقدرات ومؤسسات الدولة أيضا لنا تدخل وغضب كبير من حزب أفاق تونس والمطالبة بحكومة سياسية قلتها جريمة كبيرة جدا وصرف التعويضات هو محاولة للهروب من المسئولية والعودة لمنطق الغنيمة وهني خاصة أنه رئيس الجمهورية ضيق عليهم برشا وما حابش يمشي معهم في نفس النساق اللي حاشتهم بهما هوقا كل مرة يحاولوا سابقا حاولوا تشويهوا بأي طريقة وخرجوا له هذيك راشد الخياري فيما بعد ممشيتش معهم لأنه ما عندوش حتى خلفية سياسية تضروا ملقوا حتى حل هوقا كل مرة يحاولوا يعملوا حاجة أو يخرجوا حاجة أو يعملوا قانون جديد باش يوترو برئيس الجمهورية فقط لا أكثر ولا أقل في مارينة زيدا عودة راشد الخياري من جديد بعد غيب طويل كما علون بتشويه رئيس الجمهورية لكن ملقا حتى حل وملقا حتى ممشيش معاه فيما بعد اختفيه وقت طلبوا للمحاكمة وتلهي بتبيني توق مع تنهضة في غسرة كبيرة برشا وعودة التجئت إلى راشد الخياري لأنه من أتبعه هو اللي قاعد يختم فيه هكا قل لك عندي تشويه جديد تتلقاوه في فيديو وإخر حمل حزب أفق تونس حكومة هشيم المشيشي ورئيس قيسة سعيدة المسؤولية كيميلة عن ترد الوضع الوبئي الحالي بسبب التقصير والأخطاء الفدحة في مجابهة وابئ كورونا وضعف الأداء الدبلوماسي في علاقة بالدفاع عن مسالح تونس الخارجية وطلب الحزب مؤسسة الدولة في هذا الإطار ببذل كل الجهود للتزويد بالعدد الكيفي في أسرع وقت لإنقاذ الشعب التونسي من خلال التعاقد المباشر من أجل شراء ما يكفي من اللقاحات من أجل تطعيم 60% من التونسيين على الأقل ومدة لا تتجاوز ذا الشهرين وعبر الحزب في بينا له مساء السبت رفضه لتواصل مظاهر الأزمة السياسية والصراع القائمة بين مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والذي أثر صلبيا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية مشددا في هذا الخصوص على ضرورة التركيز الكل على خدمة الشأن العام وإيجاد الحلول للصعوبات والمشاكل القائمة أو تقديم الاستقالة كما اعتبر أفيق تونس أن المطالبة بحكومة سياسية وبصرف التعويذات هو محاولة الهروب من المسئولية السياسية والأخلاقية بشأن الفشل الذريع في إدارة الشأن الوطني ومحاولة بئسة للعودة لمنطقة المحاصصة ومنطقة الغنيمة في التعامل مع الحكم وهو أحد أهم أسباب الأزمة الحالية برشا مع أنتها مفاعلين كما قاعدين ترى وحرب جديدة بشتتحل على تونس وربي قدر الخير يوم 25 جوليا عيد الجمهورية شنو بش يصير كيف كيف يامين الزوغنين يتغتمعوا وتقول احنا بش نصرفوهم التعويضات خاصبا عن الناس الكل أحبها من أحب كاريها منك رهب القوة ولا بلين بش نصرفوها ما تنسيوش لايك واشتراك وبي باي